غيرها هل قناعة المترشح الحر سيد عبد المجيد تبون بضرورة استكمال مصار الإصلاحات يعتبر الدافع الأول لإعلان ترشحه لعهدة ثانية طبعا باعتبار أن الإنجازات في عهدة الأولى مكنته لوضع قاعدة صلبة للانطلاق الفعلية بالجزائر ذات الإمكانيات لمتناهية اليوم لا بد هكذا يرى الأمر أن يواصل إذن هذه المسيرة وأن يحقق إنجازات أكثر وأن يتكفل بكل قضايا المجتمع وكل قضايا المواثنين لربما الوصول بهم إلى بر الأمان يؤمن بهذه القدرات ويؤمن بما حققه وبما يريد أساسا يحققه لذا كان من غير الممكن أن نتصور أنه لا يواصل هو الوطني المخلص أن لا يواصل إذن هذا العمل إن لم يقم به فكأنه يتركنا على وسط الجسر لذا رغبته وإرادته القوية هو الدفع بالجزائر إلى وضع الذي لا نفكر أبدا أن تتقهقر مرة أخرى وأن تعرف ما عرفته من أزمات قبل إن شاء الله الدفع بها إلى بلد يعني يكون خرج منه تجاوز كل الصعاب وكل عراقيل تجاوز كل الصعاب وكل عراقيل خرج يعني من بقاش بلد لمازال يعيش المشاكل إنما تكون بلد بلد يعني في طريق النمو الحقيقي وهو يعني بالنسبة للطموح تعو أن يجعلوا في مكانة الدول الرقية الدول يعني اللي راهي اليوم في محافلة دولية تبين أنها في المستوى المطلوب إحنا عدنا إمكانيات باش يكونوا في مستوها بيكون ما يسمى بيام بي ايمرجون حقيقة وفي الظروف القليلة القادمة اقتصاديا وبكذلك الحمد لله من ناحية الاستقرار من ناحية الاستقرار ومن ناحية الأمن من ناحية حصنه ويخليه يدفع به إلى ما نريده جميعا لأنه يؤمن بقدرته ويؤمن بطريقته والسياسة الاشترافية لذا ما عليه إلا أن يقبل حتى لو كان التمس منه حتى وعنده الإرادة القوية باش يزيد يوصل هذه المسيرة ويحقق للجزائر ما تتمنى